أسعد الأوقاتكم أعزائي المشاهدين الهوى الكوس سيستمر ويانا اليوم مباشر وعقبة ويكون نشط على فترات فرص الغبار المثار على بعض المناطق الصحراوية المكشوفة عبور السحب أيضا سيستمر ويانا اليوم مباشر وأيضا فرص الأمطار المتفرقة وفرص أنها تكون رعدية أحيانا هذه الفرص ستكون قائمة اليوم وباشر على بعض المناطق باشر بدنا الله مساء يوم الغيط تدريجيا ستتراجع هذه السحب وأيضا راح تتراجع سرعة الرياح نتعرف على أجوانها أكثر حاليا الهوى جنوبي شرقي معتدل السرعة 12 كيلومتر في الساعة أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا على بعض المناطق حاليا عبور السحب راح يستمر ويانا درجة الحرارة حاليا في مدينة الكويت 31 درجة مئوية لاعتدال نقدر نقول أن ننتهي والحين الأجواء كل ما لها قاعد ترتفع درجات الحرارة خلال فترة المساء وحتى خلال فترة الفجر درجات الحرارة أيضا بدأت تصير حارة نسبيا الرطوبة النسبية 30 بالمئة والرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 12 كيلومتر كحد أقصى سرعة الرياح الجنوبية الشرقية الليلة راح توصل إلى 40 كيلومتر في الساعة من 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة أجواء غائمة لغائمة جزئيا ودرجات حرارة بوجه عام تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية في أغلب المناطق وفرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق راح تستمر ويانا حتى ساعات الصباح الأولى وعلى بعض المناطق قد تكون رعدية الهواء الجنوبية الشرقي راح يستمر ويانا أيضا يوم الغد وراح يكون نشط على فترات من 12 إلى 50 كيلومتر في الساعة فرص لغبار مثار الهواء الكوس والإحساس بالرطوبة راح يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية أجواء حارة درجات الحرارة تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية وقد تصل إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق في أجواء حارة مع عبور للسحب وأمطار متفرقة أيضا راح تكون رعدية البحر ما ننصحكم فيه لأنه راح يكون ارتفاع الأمواج من 2 إلى 6 قدم هذا الأمر راح يكون مزعج للحداقة خاصة أن الهواء كوس ودرجات الحرارة في الجزر تتراوح ما بين 35 على السواحل والجزر في البحر تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية أجواء حارة أيضا وراح تستمر ويانا سرعة الرياح النشطة خلال النهار راح تبدي بالتراجع تدريجيا خلال المساء وتكون خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 30.35 كيلو متر في الساعة خلال المساء البحر ما ننصحكم فيه باشر الأجواء لا تزال غير مستقرة نسبيا لا نزال في فترة السرايات المد الأول بذن الله باشر ساعة 16 دقيقة صباحا والمد الثاني الساعة 2 و 57 دقيقة مساء والجزر الأول الساعة 59 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 10 و 55 دقيقة مساء وارتفاع الأمواج خلال النهار من 2 إلى 6 قدم لكن بعد ذلك راح تتراجع الأمواج المواقيت بذن الله أذان الفير الساعة 19 دقيقة والشروق الساعة 4 و 51 والمغرب الساعة 6 و 39 دقيقة أما الطقس المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة عبور السحب راح يستمر ويانا لكن فرص الأمطار راح تتراجع أجواء حارة درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين الأربعين إلى الأربع واربعين درجة مئوية ومن المتوقع أنها تصل إلى 45 درجة مئوية في يوم الثلاثة هوا كوس راح يستمر ويانا باتر وعقب باتر ويوم الأحد يرجع الهوى الشمال الغربي فرص لنشاط الرياح راح تكون واردة خلال الأيام القادمة هوا الكوس راح ينشط باتر ويوم الأحد بذن الله راح ينشط الهوى الشمالي الغربي وراح يكون هناك أيضا فرص لغبار باتر العظمى 39 وصغرة 29 درجة مئوية وهوا كوس نشط على فترات من 15 إلى 50 كيلو متر في الساعة أجواء تميل إلى عدم الاستقرار يوم الغد أجل أي نشاط بحري هوا الكوس راح يستمر ويانا حتى يوم السبت تتراجع فرص الأمطار مع عبور للسحب 41 العظمى الصغرة 32 درجة مئوية درجات الحرارة المعتدلة في تراجع ونقدر نقول هنا تراجعت خلال هذه الفترة الأجواء خلال المساء أصبحت حارة نسبيا الهوى الكوس راح يستمر ويانا في يوم السبت وسرعة من 8 إلى 35 كيلو متر في الساعة بعد ذلك راح يقلب إلى شمالي غربي ويكون نشط على فترات في يوم الأحد فرص لغبار مثار في يوم الأحد على بعض المناطق الصحراوي المكشوفة أجواء حارة 44 العظمى الصغرة 33 والرياح من 12 إلى 50 كيلو متر في الساعة أجل أي نشاط بحري ارتفاع الأموات يصل إلى 5 و 6 قدم تتراجع سرعة الرياح أكثر وراح تكون من 12 إلى 38 43 العظمى في يوم الاثنين والصغرة 33 مع عبور لبعض السحب وأيضا في فرص لعبور السحب في يوم الثلاثة لكنها راح تكون أقل 45 العظمى المتوقعة والصغرة 33 وهوى الشمالي غربي خفيف لمعتدل من 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة أعزائي المشاهدين الأجواء الحارة مستمرة ويانا وطريقها في الارتفاع تدريجيا خلال النهار وأيضا خلال المساء الهوى الكوس راح يتراجع بدن الله وسيعود الهوى الشمالي الغربي وراح يكون نشط على فترات بعد ذلك راح تستقر الأجواء الصيفية وراح تستمر ويانا لعدة أيام فرص الأمطار الخفيفة المتفرقة ويانا اليوم وباشر لكن بعد ذلك راح تتراجع نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر والسيديو لاستكمال النشرة